توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 44 مليار دولار صندوق النقد الدولي أوضح أن ارتفاع الناتج المحلي يؤكد على الاستفادة من نجاح خطط التعافي الاقتصادي التي وضعتها مملكة البحرين إلى جانب ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي مضيفا أن دول الخليج العربي تمكنت من الانضمام للمرة الأولى إلى قائمة أقوى اقتصادات العالم بفضل برامج التعافي التي تنفذها الحكومات لثنوع مصادر الدخل وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الخليجي أثبت على مدى السنوات الماضية قدرته على التأقلم مع كافة الظروف الاقتصادية العالمية لتتمكن دول المنطقة بعد عمل دؤوب من دخول قائمة أفضل عشر اقتصاديات على مستوى العالم ومن المتوقع يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي بواقع 25.4% بنهاية العام الجاري ترجمة نانسي قنقر